أبنائي طلاب وطالبات الصف الثالث الفني مادة اللغة العربية أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مادة اللغة العربية وحلقة اليوم هي استكمال الحلقة السابقة اللي كنا بدأنا فيها شرح وحدة الأساليب وكنا قلنا ساعتها أن أنا عندي أسلوب النداء وعندي أسلوب الاختصاص وعندي أسلوب التعجب وعندي أسلوب المدحو الزم وقلت وقتها أن مجموعة الأساليب دي هي معظمها تم درستها في المراحل السابقة يعني أسلوب النداء أو أسلوب التعجب أو أسلوب المدحو الزم تم درسته في المرحلة الإعدادية يمكن الدرس الجديد علينا أو المرة ندرسه هو درس اسلوب الاختصاص اسلوب الاختصاص من الأساليب اللي اللغة العربية بتستخدمها من أجل هو بنقول عليه تعريفه هو اسلوب يذكر فيه اسم ظاهر بعد ضمير المتكلم غالبا وضمير المخاطب أحيانا بهدف تخصيص الضمير وتوضيحه ويسمى الاسم الظاهر مختص يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا الجملة بتاعتي في اسلوب الاختصاص لابد أنها تبتدي إما بضمير متكلم وإما بضمير مخاطب طيب نفكر كده بسرعة بضمائر المتكلم وبضمائر المخاطب ضمائر المتكلم عندي اللي هي أنا ونحن أنا ونحن وممكن ييجي بقى ضمير المتصل بتاعها اللي هو يا المتكلم أو نا ضمائر المخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتنا والمتصل بتاعها ممكن ييجي كاف الإيه الخطاب يبقى الجملة عندي لابد أنها تكون مبدوقة بضمير من ضمائر المتكلم أو ضمائر الخطاب المختص ليه ثلاث صور الضمير أصلا أو المفروض أن الضمير بيبقى فيه نوع من الإبهام زي ما هنشوف يعني بيبقى مش واضح يبقى أنا بجيب الإسم المختص علشان أوضح معنى هذا الضمير أو أخصصه يعني أنا هاخد كده من الإسم بتاعه وأقول إن مختص بيأتي ليخصص الضمير ويوضحه ويذيل إبهامه المختص ليه عندي ثلاث صور زي ما هنشوف واحد المختص معرف بقلب يعني الإسم المختص بيبقى جاي أوله ألف ولام أو المختص مضاف إلى معرفة وهنا برضو عايز أفكر كده بسرعة بالمعرفة وأقول إيه يمكن عندنا خطأ شائع هو إن إحنا متخيلين أو بنقول إن المعرفة يعني مضاف إلى إسم فيه ألف ولام ده كلام صحيح ولكن مش هي دي المعرفة فقط الضمير معرفة يعني الإسم إذا أضيف إلى ضمير يبقى مضاف إلى معرفة العلم معرفة العلم يعني إيه يعني إسم إنسان أو إسم بلد يعني محمد أحمد مصر أسماء الإشارة معرفة أسماء الموصولة معرفة يعني أنا لما بضيف أي إسم إلى واحد من هذه الأسماء اللي أنا ذكرتها يبقى أنا أضافته إلى معرفة يبقى أنا بقول المختص مضاف إلى معرفة يعني بيبقى مضاف إلى ضمير أو مضاف إلى إسم فيه ألف ولام أو مضاف إلى إسم إشارة أو إسم موصول طب النوع التالت بيقول إحدى الكلمتين اللي هي أيها وأياتها أيها وأياتها كلمة أيها وكلمة أياته زي ما هنشوف في الأمثلة المثال الأولاني هيكون على النوع الأول اللي أنا قلت فيه إن المختص معرف بأل ندي مثال نحن المصريين نحب وطننا يعني يمكن لما بص للمثال ده هو أول حاجة هتلفت نظرنا إن أنا قيل كلمة المصريين منصوبة ما قلتش نحن المصريون قلت نحن المصريين نحب وطننا لو أنا شلت كلمة المصريين وقلت نحن نحب وطننا دي جملة إسمي مكونة من مبتدأ ومن خبر المبتدأ اللي هو الضمير والخبر اللي هو الجملة الفعلية ولكن حلاحظ هنا إن الضمير مش محدد ممكن نحن المعلمين ممكن نحن أذكر اسم أي حد تاني أو أحطه يبقى هو المقصود بالضمير فالضمير هنا بالنسبة لي مش مخصص مش واضح فلما ذكرت كلمة المصريين وقلت نحن المصريين نحب وطننا أنا عملت إيه هنا أنا خصصت الضمير وضحت الضمير بينت المقصود من الضمير أنا أقصب بنحن المصريين أقصب بنحن مين المصريين يبقى نحن أخص أو أعني أو أقصد المصريين نحن نحب وطننا مين اللي بيحب وطنه هنا في الجملة المصريين يبقى كلمة المصريين بنقول عليها مختصة نوعه معرف بقلب السؤال في الجملة اللي زي دي عادة بيبقى أنه يقول لي مثلا إيه استخرج مختصا وأعربه أو استخرج مختصا وبين نوعه أو يديني كلمة زي المصريين كده يقول لي المصريون يجبهاني مرفوعة يقول لي المصريون ويقول لي اجعل كلمة المصريون مختصا في جملة وغير ما يلزم يعني ممكن تيجي بأكتر من صورة ولكن هذه الصور هي الصور الأكثر شيوعا نرجع تاني لمثالنا بيقول لي نحن المصريين نحب وطنه تعالوا نشوف الإعراب أنا إن شاء الله هحاول في كل الأمثلة اللي هجيبها أن أنا أقدم إعراب لها لسبب لأن الإعراب من الأمور اللي يمكن بتشكل مشكلة عندي كثير من الطلاب وأنا سبق وأشرت إلى هذه النقطة في بعض الحلقات السابقة التي تعرضنا فيها لبعض دروس النحو ويعني ممكن نذكر ونقول أن إحنا لما بنعرب عندما يقول لي مثلا أعرب ما تحته خط أنا بتعامل مع الكلمة في إطار الجملة بتاعتها مش بتعامل مع الكلمة الوحدية أنا ببص للكلمة وبعدين بشوف فين أول الجملة اللي جاية فيها هذه الكلمة ومن بداية الجملة سواء كانت جملة اسمية أو جملة فعلية بأبدأ إعرابي وأمشي بتسلسل مع الكلمات حتى أصل إلى الكلمة المراد إعرابها بجد نفسي وصلت إلى إعرابها بمنتهى السهولة لو بصنا لي المثال اللي موجود معنا بيقول نحن المصريين نحب وطنا الضمائر كلها أسماء مبنية أكرر كلامي تاني لأن كل جمل المختص لازم حتبتدي بضمائر أو يبقى في بداية الجمل ضمائر الضمائر كلها أسماء مبنية والاسم المبني عندي جزئية كده بأحفظها لما باجي أعرف بقول ضمير مبني في محل ضمير مبني في محل ضمائر المتكلم هنا اللي هي أنا ونحن كلها مبنية في محل رفع كلها مبنية في محل رفع يعني ممكن تجي في محل رفع مبتدأ ممكن تجي في محل رفع فاعل إلى آخره فالضمائر أنا ونحن كلها ضمائر مبنية في محل رفع يبقى أنا لما أقول نحن المصريين يبقى نحن ضمير مبني في محل رفع مبتدأ ضمير مبني في محل رفع مبتدأ طيب كلمة المصريين اللي هي عندنا الشغل عليها نحن المصريين المصريين مفعول به مفعول به هنا هتسألني سؤال طيب يا أستاذ كيف تقول مفعول به والجملة لم تبدأ بفعل المفعول به المفروض انه بييجي في اطار جملة فعلية مبدوءة بفعل بقولك كلامك صحيح ولكن هنا هو فعلا جاي في اطار جملة فعلية هترد لي السؤال تاني طيب واين الفعل اين الفعل الذي نصب كلمة المصريين هرد عليك وقولك ان الفعل الذي نصب كلمة المصريين هو فعل محذوف وجوبا في فعل هنا موجود فعلا ولكن انا حزفته اللغة حزفته وحزفته وجوبا يعني ايه حزفته وجوبا يعني لازم يتشال ما ينفعش يظهر هنا في الجملة يبقى بقول نحن كإن بقول كده نحن أخص المصريين كإن بقول نحن أخص المصريين يبقى أخص هنا فعله مضارع وفعل بتاعها من المستقر تمام والمصريين مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص منصوب وعلامة النصب الياء لأنه جمع مذكر سالم والاسم المختص دايما بالذات في النوعين الأولانيين اللي هو النوع المعرف في قال والمضاف إلى معرفة دايما بسمع أو بقول الإعراب دايما بقول مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص منصوب وعلامة النصب على حسب بقى الاسم المختص اللي موجود معايا إذا كان اسمه مفرد يبقى منصوب وعلامة النصب الفتحة إذا كان اسم هنا مثنى أو جمع مذكر سالم بيبقى منصوب وعلامة النصب الياء زي مثال المصريين اللي هو موجود معنا الآن وإذا كان مثلا جمع مؤنس سالم يعني كلمة الطالبات الطبيبات المهندسات بيبقى منصوب وعلامة النصب الكسرة وهنا لابد من إن إحنا نشير إن جمع المؤنس السالم يرفع بالنمة وينصب ويجر بالكسرة نرجع لجملتنا تاني بتقول نحن المصريين نحب وطنان يبقى أنا قلت نحن ضمير مبني في محل رفع مبتدى المصريين مفعول به منصوب لفعل محزوف وجوبا تقديره أخص وعلامة النصب طبعا الياء لأنه جمع مذكر سالم بقيت الجملة نحبه نحب فعله مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة والفعل ضمير مستتر تقديره نحن والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ اللي هو الضمير نحن ده النوع الأولاني اللي بيكون فيه المختص معرف بأل نشوف بعد كده النوع التاني المختص معرف بالإضافة وأنا أشرت زي ما قلت لحضراتكم إن معرف بالإضافة يعني مضاف إلى معرفة وقلت المعرفة هنا مش لازم تكون أولها ألف ولام ممكن تكون ضمير زي ما نشوف أمثلة ممكن تكون مثلا أولها ألف ولام أو اسم إشارة أو اسم وصول زي ما نعرى كده نشوف مثال بيقول إننا أبناء مصر نسعى إلى تقدم وطننا لو حضرتك أخذت بالك من نطقي دي العبارة بقول إننا أبناء مصر ونطقت كلمة أبناء منصوبة بالفتحة نطقت كلمة أبناء منصوبة بالفتحة وده مقصود نسعى إلى تقدم وطننا إننا عرف ناسخ وعندي كلمة أو الضمير نا ضمير مبني في محل نصب خبر إننا طيب أبناء أبناء هنا هي الإسم المختص أبناء هي الإسم المختص اللي أنا جايبه علشان أفسر الضمير وعلشان أوضح الضمير فيبقى أبناء زي ما تعودنا مفعول به لفعل محزوف ووجوبا تقديره أخص منصوبة علامة النصب الفتحة ومصر مضاف إليه مجرور نسعى زي ما قلنا في الجملة اللي فاتت حيبقى فعل مضارع نسعى فعله مضارع مرفوع علامة تضاف الضمب المقدرة والفعل ضمير مستتر تقديره نحن والجملة الفعلية في محل رفع خبر ده مثال شوف مثال تاني علينا أبناء النيل الاجتهاد من أجل رفعتي مصر هنا هتلاحظوا أن أنا غيرت الضمير في المثالين دول يعني أنا في المثال في المثال الأولاني كنت اكتجاه بالضمير منفصل اللي هو أنا أو نحن ضمير متكلم أو ضمير ضمير متكلم للمفرد والتاني بيبقى المثنة والإيه للجم هنا هتلاحظوا أن الضمير المتكلم متصل اللي هو نام علينا أو إننا علينا أبناء النيل الاجتهاد من أجل رفعتي وطني نفس القصة كلمة أبناء النيل زي أبناء مصر بالظبط هتبقى الاسم هنا هو مفعول به لفعل محزوف وجوبا تقديره أخص منصوب وعلامة النصب الفتعة والنيل مضاف إليه كده يعني إيه أعتقد أن الدينة التالت تبقى واضحة شوي بيقولي أنتم معشرة المدرسين تصنعون رجال الغد هنا الضمير تغير أنا قلت في تعريفي أو في كلامي لجملة لإسلوب الاختصاص قلت أن أنا الجملة عندي بتبدأ بضمير متكلم أو ضمير مخاطب أنا هنا هبتدي بضمير المخاطب أنتم أنتم معشرة المدرسين أنتم برضو ضميرة هيبقى في محل رفع مبتلأ ومعشر هيبقى إعرابها نفس إعراب كلمة أبناء في الجملتين السابقتين وهي طبعاً الإسم المختص وزي ما أنا قلت لحضراتكم إن طبيعة السؤالي إما إنه هيقولي استخرج الإسم المختص يبقى أنا لو جاب لي جملة زي دي وقال لي استخرج الإسم المختص هقول له والله كلمة معشر لو قل لي بيّن نوعه هقول له مختص معرف بالإضافة فين المضاف إليه اللي هو جاي وراه كلمة المدرسين تمام؟ مثال بعد كده نفس الفكرة نحن محبي الوطن نتعاون من أجل تقدمه طب أنا لو حطيت خط تحت كلمة محبي وقلت أعرب ما تحته خط أعرب ما تحته خط هتقول لي والله خلاص إحنا عرفت إنه مفعول به لفعل محزوف تقديره أقص منصوب وعلامة النصب علامة النصب هنا إيه؟ علامة النصب هنا إلياء لأنه جمع مذكر سالم هتقول لي طب يا أستاذي أنت المفروض كنت تقول نحن محبين الوطن فين النون؟ أقول له النون هنا حزفت للإضافة عشان أضفت أنا كلمة محبين إلى كلمة الوطن فالنون ما تتسقش مع الإضافة وهنا أنا حفكر بحاجة قلتها في الحلقة السابقة لما كنا بنشرح اسلوب النداء وقلنا ساعتها إن من أنواع النداء أنه يكون مضاف وقلنا ساعتها إن منادى المضاف لا يأتي معه نون إذا كان جمع مذكر سالم ولا يأتي معه تنوين إذا كان مفرق نفس المثال الموجود عندنا بيدي نفس هذه الفكرة نحن محبي الوطن يبقى محبي مفعول به لفعل محزوف وجوبا تقديره أقص كإني بقول أخص محبي الوطن منصوب وعلامة النص بإلياء لأنه جمع مذكر سالم وأنا كررت الإعراب أكتر من مرة مرات كتيرة قلت الإعراب عشان أوصل رسالة لحضراتكم هو إن إعراب الإسم المختص تقريبا محفوظ تقريبا محفوظ أنت تقريبا بتبقى عرفه تقريبا بتبقى حافظه ما بتغيرش فقط غير شيء العلامة يعني ممكن يبقى منصوب بالفتحة ممكن يبقى منصوب بالكسرة زي ما قلنا في جمع المؤنس السالم وممكن يبقى منصوب بإلياء في المثنى وفي جمع المذكر السالم نشوف بعد كده النوع التالت نموذج إعرابي ناخد الأول نموذج إعرابي بيقول إننا أبناء مصر نسعى إلى تقدم وطننا وأنا قلته أثناء الشرح وهنقوله بصورة إن حرف ناسق والضمير نا في محل نص باسم إنه أبناء مفعول به لفعل محزوف تقديره أخص منصوب وعلامة نص به الفتحة بصر مضاف إليه مجرور نسعى فعله مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضم المقدرة والفاعل ضمير مستدل تقديره نحن والجملة الفعلية في محل رفع خبر إنه بعد كده برضو نموذج إعرابي تاني نحن محبي الوطن نتعاوى من أجل تقدمه نحن ضمير مبني في محل رفع مبتدأ محبي مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص منصوب وعلامة نص بوليه الوطن مضاف إليه مجرور وعلامة جرم الكسرة نتعاون فعله مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضم والفاعل ضمير مستدل تقديره نحن والجملة الفعلية في محل رفع خبر بعد كده عندي النوع التالت المختص لفظ أيها أو أياتها مثال بقول أنتم أيها المهندسون تصونون أي أنتم أيها المهندسون والعمال تصونون قواعد النهضة الصناعية أنتم أيها المهندسون والعمال تصونون قواعد النهضة الصناعية أرجع لأذكر بالذي أنا كنت قلته أنا لو قلت أنتم تصونون قواعد النهضة الصناعية الجملة نحويا صحيحة الجملة نحويا صحيحة لأن فيها مبتدأ وفيها خبر ولكن المبتدأ عندي ضمير والضمير زي ما قلت لحضراتكم مبهم مبهم يعني بيبقى مش واضح محتاج لما يوضحه ويخصصه علشان كده بجيب الاسم المختص والاسم المختص عندي في الجملة التي معنا هو كلمة أيها أنا قلت يبقى أن المختص يبقى لفظ أيها أو لفظ أياتها وهنشوف إعرابه في نموذج إعرابي بعد قليل النموذج الثاني أو المثال الثاني بيقول أنتم أيها الطلبة تحملون أمانة الأمة في أعناقكم أنتم هو الضمير أيها هي هو الاسم المختص والطلبة بنعربها أو كلمة الطلبة أو كلمة المهندسون وهو الاسم المعرفة اللي بييجي بعد أيها بيعرب على أنه نعت مرفوع تحملونا هو الخبر هنا جملة فعلية كما سنرى حد نموذج أو اتنين كمان هنعرف فيه إعراب تام يعني حتى أنا لو قفت قدام الجملة الثالثة مثلا عندي جملة إيه أنت أيتها المعلمة تربينا النش أنت هي الضمير المبتدأ أياتها هي الاسم المختص اللي أنا بوضح به الضمير وبحدده وكلمة المعلمة بتتعرب على أنها نعت مرفوع زي ما اتفقنا أن الاسم الواقع بعد أيها وبعد أياتها في الإسلوب أو في إسلوب الاختصاص أو بعد الإسم المختص اللي هو أيها أو أياتها بيعرب على أنه نعت مرفوع طيب نشوف نموذج إعرابي بيقول أنتم أيها المهندسون والعمال تصونون قواعد النهضة الصناعية أنتم خلاص أنا أنا تقريبا أحسن أنتوا عرفتوا أنا هعرفها أقول إيه ضمير مبني في محل رفع مبتدأ أيها دي جديدة أي هي أيها عبارة عن جزئين أو جزئتين أي والها الها بنسميها حرف تنبيه أي يها لما باجي أعرف بأسمها للجزئين بقول أي مبني على الضم في محل نصب هي بس بزود كلمة مبني على الضم أو مختص مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محزوف وجوبا تقديره أخص ليه العبارة اللي أنا كنت بقولها مع أنه عين السابقين مفعول به فعل محزوف وجوبا تقديره أخص أنا هأضيف بس في بدايتها مختص مبني أو بقول مبني على الضم في محل نصب مفعول به لفعل محزوف تقديره أخص طب وهاء التنبيه هقول هاء حرف التنبيه يبقى أيها وما يجري على أيها يجري على أيتها الإعراب في أيها هو نفسه الإعراب في أيتها اتفقنا أن الاسم الواقع بعد أيها وبعد أيتها في اسلوب الإختصاص بيعرب ناعة مرفوع فبقول إيه ناعة المهندسون ناعة مرفوع وعلامة الرفع الواو لأنه جمع مذكر سالم والعمال طبعا مفهوم أن الواو عرف عطف يبقى العمال معطوف مرفوع وعلامة الرفع الضم تصونون خلاص أنا عرفتها وعرفتها أقربة لفعل هنا من الأفعال الخمسة يبقى تصونون فعله مرارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل والجملة الفعلية في محل رفع خبر هنا خليني برضو بصص لنفس المثال اللي موجود قدامي ده وامكن يجي في الامتحان يقول لي إيه أنتم أيها المهندسين خد بالك أنا بقول إيه أنتم أيها المهندسين والعمال تصونون قواعد النهضة الصناعية ويقول لي إيه صوب الخطأ الجملة هنا فيها غلط فيها عبارة غلط فيها كلمة غلط إعرابية فهو يجي يقول لي إيه صوب الخطأ يوسبنا نكتشف الخطأ دي حالة حالة تانية ممكن يقول لي صوب الخطأ فيما تحته خط وروح حطط لي قيوبة هو كده سهل علي المسألة شوية الممتحن سهل علي المسألة شوية بإنه حدد لي الكلمة الخطأ وطلب مني أن أنا صوبة وأنا قدام حالتين إما أنه يقول لي صوب الخطأ ويتركني أنا أكتشف الخطأ وإما أنه يقول لي صوب الخطأ فيما تحته خط فأنا قلت في الجملة أنتم أيها المهندسين يبقى الغلط في كلمة المهندسين ليه الغلط في كلمة المهندسين لأن أنا قلت أن الاسم الواقع بعد أيها وبعد أيتها في اسلوب الاقتصاص بيقرب نعت مرقوع يبقى في الحالة دي أقول زي ما هي مكتوبة الجملة عندنا أنتم أيها المهندسون والعماء ده نموذج نشوف نموذج إعرابي تاني بيقول أنت أيتها المعلمة تربينا النش أنت أيتها المعلمة تربينا النش قلاص الدنيا بقت معروفة عندنا أنت ضمير مبني في محل رفع مبتدأ أيتها أيت مبني على الضم في محل نص مفعول به لفعل محزوف وجوبا تقديره أخص وهاء حرف تنبيه المعلمة صفة أو نعة مرفوع وعلامة الرفع تربينا طبعا برضو تربينا زي التصنون اللي احنا قلناها في الجملة السابقة الفعل من الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل بآخر هوا والجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المؤنسة المخاطبة ويرفع بثبوت النون وينصب ويجزم بحزف النون فهنا لأنه مرفوع فبقول فعله مضارع مرفوع وعلامة الرفع ثبوت النون وياء المخاطبة المؤنسة اللي هي ايه تربيين اللي ايه ده هي ياء المخاطبة المؤنسة ضمير مبني في محل رفع فاعل والجملة الفعلية في محل رفع خضر بعد كده هننتقل إلى تدريبات حول هذا الدرس اللي هو درس اسلوب الاختصاص هنا بقول استخرج المختص من الجمل الآتية وبين نوعه وأعربه يبقى هطلع المختص أنا هو هنا طالب مني اتتلك حاجات هطلع الاسم المختص وهبين نوعه وهأعربه أنت طالب العلمي مصباح الحياة أنت طالب العلم مصباح الحياة الجملة هنا بدأ بالضمير أنت والخبر بتاعه كلمة مصباح يبقى أنا عندي طالب العلم هي اللي هيبقى فيها الشغل بتاعي وتحديدا في كلمة طالب وطالب هنا هتلاحظوا ان أنا حاطت عليها فتحة لان هي الاسم المختص يبقى أول هطلع هعمله إن أنا هطلع المختص كلمة طالب نوعه مضاف إلى معرفة وممكن أقول مضاف إلى ما فيه لأنه هو هنا مضاف إلى الأول ألف ولام وإعرابه مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص منصوب وعلامة النصب الفتحة يبقى أنا عملت الثلاث أمور أو حددت الثلاث أمور اللي هو طلبهم مني في السؤال السؤال بعد كده أنا المعلم أنشر المعرفة كلمة المعلم إحنا حطينا هنا من غير ضبط طيب لو طلبت ضبطها هقول إيه؟ هقول أنا المعلمة وحط فتحة على المين ليه؟ لأن هي الاسم المختص يبقى أنا هو الاسم المختص هو كلمة المعلم نوعه معرف بأل النمر الثلاثة إعرابه زي ما احنا حفظين وعرفين الإعراب مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أنا عندي هنا المثالين جبت المثال الأولاني كان النوع مضاف إلى معرفة لأنه مضاف إلى اللي فيه ألف ولام النوع الثاني مضاف أول معرف بأل لأنه أول ألف ولام والأمرين التانيين منتفق فيهم أن كلمة الطالب هي المختص وكلمة المعلم هي المختص الإعراب في الحالتين لازم يبقى مفعول به منصوب نشوف بعد كده بيقول لي تخير الإجابة الصحيحة لما تحته خط مما بين القوسين نحن معاشر الأنبياء إلى نورس نحن معاشر الأنبياء مبدوء بنحن وعندي كلمة معاشر هي الإسم المختص طيب إعراب هي هنا أنا أنا عايز الإعراب يعني مش عايز النوع بس عشان أحدد الإعراب لازم أحدد نوعها إيه عايزم أحدد النوع إيه هو هنا اسمه مختص نوعه مضاف إلى إيه آآ معرفة يبقى ما هياش خبر وما هياش نعن إنما هي إيه مفعول به لأنها جاية في سياق اسلوب اختصاص يبقى كلمة معاشر آآ مفعول به آآ الجملة اللي بعد كده الإجابة مفعول به الجملة اللي بعد كده بتقول نحن المصريين أرسينا أسس الحضارة نوع المختص هنا معرف بآل ولا مضاف إلى معرفة الأول حدد فيه من المختص المختص هو كلمة المصريين هلاحظ إنه هو بادئ بآلف ولم خلاص يبقى سهله معروفة يبقى نوع المختص هنا معرف بآل بعد كده هو بنخش على درس جديد اللي هو اسلوب التعجب أحنا كده انتهينا من أسلوب الاختصاص أنا يمكن طولت في أسلوب الاختصاص أو في الكلام عن أسلوب الاختصاص قليلا لأن أسلوب الاختصاص هو الدرس الجديد بالنسبة لكم في هذه المرحلة يعني أنا قلت في بداية الحلقة أسلوب النداء أخذته في الإعدادية تالت إعداد تعديدا وأسلوب المتحة هناрим أخذته برضو في الإعدادية والتعجب أخذته في المرحلة الاعدادية فالاسلوب الجديد عندي هنا هو اسلوب الاختصاص عشان كده يمكن قطلنا فيه قليلة هننتقل بعد كده الى اسلوب زي ما شايفين قدامنا اسلوب الايه التعجب ايه هو اسلوب التعجب هو اسلوب يلجأ اليه المتكلم للتعبير عن دهشته واستعظامه صفة في شيء ما حاجة معينة انا عايز ابين ان انا مندهش منها او معجب بيها واللغة استخدمت في اسلوب التعجب اساليب قياسية واساليب سماعية مش هنتكلم عن الاساليب السماعية لان هي ايه مش دخلة معانا في اطار المنهج بتاعنا ولكن اللي معانا الاساليب القياسية اساليب قياسية يعني ايه يعني لها قاعدة اللغة حددتها وليها صور وصيغ معينة حددتها اللغة ايه هي الصورة دي اسلوب التعجب له صيغتين اه اول حاجة الاول قبل ما اتكلم عن الصيغ هتكلم عن ان اسلوب التعجب او صيغة التعجب عشان اعمله او طبعا الصيغتين ما افعله وافعل به ما افعله وافعل به وانشوفهم لما ناخد المثال الصيغة او الفعل اللي انا اه حصيغ منه التعجب انا بديلك فعل وقولك اه صيغ منه او ضعه في اسلوب التعجب او هت منه صيغ التعجب في جملة من اه تعبيرك مثلا او من انشائك هذا الفعل لابد ان تكون او ان يكون متوفرا فيه اه مجموعة من الشروط الشروط دي لازم تبقى موجودة في هذا الفعل فاذا وجدت هذه الشروط تم صياغة فعل التعجب بشكل مباشر وبطريقة سهلة جدا على وزن افعل او افعل به زي ما نشوف اول شرط ان الفعل يبقى ثلاثي يعني ما يبقاش فعل رباعي او خماسي يعني زي مثلا ايه اه حسنة عظمة ها نجيبش فعل مثلا اكرمة او انتصرة او كذا ان الفعل هنا بيبقى غير ثلاثي يبقى الفعل الثلاثي يعني يبقى فعل مكوّم من ثلاثة احروف نمرت اتنين ان يكون الفعل تاما يعني ايه تام ماذا اقصب بكلمة تاما حطت جنبها كلمة ليس ناقصا الافعال الناقصة اللي هي كان واخوتها او كاد واخوتها يعني ما يبقاش الفعل اللي عندي كان واخوتها اللي هي كان واصبح واضحى وكذا دي افعال ناقصة الفعل اللي عندي لازم يبقى فعل ايه فعل تام نمرت ثلاثة ان يكون مثبتا يعني زي ما قلت ايه عظمة ما يبتديش بحرف نفي إن الفعل لا يبدأ بإيه؟ بنافي أن يكون مثبتا أربعة أن يكون متصرفا متصرف يعني إيه؟ يعني بيأتي منه الماضي زي ما هنشوف في الأمثال بيأتي منه الماضي ويأتي منه الأمر ويأتي منه المضارع ونعرف بعد شوية أن أنا عندي أفعال جامدة مالهاش غير صورة وحدة أو شكل وحد زي ليس مثلا أو بئسة أو نعمة وهكذا أربعة أو خمسة أن يكون الفعل مبنيا للمعلوم الفعل المبني للمعلوم يعني الفعل موجود في الجملة مقول كتب محمد الدرس الجملة هنا الفعل بتاعها إيه؟ مبني للمعلوم لأن الفعل موجود سواء بيبقى موجود ظاهر أو موجود مستطر المهم من الفعل إيه؟ موجود أما الفعل المبني للمجهول بيبقى الفعل مش موجود ومستعين بدلا منه بنائب الفعل مقول كتب يقال يصام الى اخره هنا الفعل مبني للمجهول والفعل مبني المجهول هنشوف بعد قليل هل ينفع اتعجب منه ولا لا عندي بعد كده هو ستة ان يكون الفعل قابلا للتفاوت يعني ايه قابل للتفاوت يعني يكون فيه امر يصلح التفاضل فيه بين الناس ويصلح التعجب منه يصلح الايه التعجب منه يعني ما يجيبش فعل زي ماتة او هلكة او فنية دي حاجات ما ينفعش اتعجب منها لازم الفعل اللي عندي يكون فيه شيء يصلح التعجب منه الرقم سبعة ليس الوصف منه على افعال فعلاء يعني ما ينفعش اجيب حمراء او اللي هي بيجي منها احمر حمراء او اصفر صفراء او اخضر خضراء ما ينفعش يجي على هذه الصورة يبقى انا عندي قلت الاربع السبع صور دول او السبع شروط ده هي لابد ان تكون متوفرة في الفعل اللي انا سوف اصور منه اسلوب التعجب فاذا توفرت هذه الشروط السبعة اذا انا بقوم بصياغة اسلوب التعجب بشكل مباشر وقلت انا منذ قليل ان التعجب صيغتين الصيغة الاولانية صيغة ما افعله والصيغة التانية صيغة افعل بي ما افعله زي ما هو موجود قدامكم على الشاشة عندي ما وبعدين عندي فعل التعجب وعندي المتعجب منه هي ترتبها كده ما فعل التعجب وبعدين المتعجب منه زي ما هنشوف في مثال بعد قليل دي الصيغة الاولانية ليصيغة ما افعله عبارة عن ما وافعل والهاء ده هي اللي هي بتبقى المتعجب منه اللي بيوضع بدلا منها اسم ظاهر او بتبقى ضمير الصيغة التانية هي صيغة افعل فيه برضو متكونة من ثلاث امور هي فعل التعجب اللي هو افعل والباق الباق هنا حرف جر زائد والمتعجب منه اللي هو الضمير الهاء او الاسم الظاهر اللي ممكن يوضع مكان هذا الضمير هنشوف بعد كده مثال توضيحي بالمثال يتضح المقام ما اعظم الاكتهادة في العمل ما اعظم الاكتهادة في العمل اول حاجة هاخد اللي هو اسم التفضيل هنا اللي هو اسم التعجب او صيغة التعجب عندي اعظم متاخدة من الفعل عظمة والفعل عظمة هل الشروط منطبقة فيه اه منطبقة فيه الفعل السلاسي الفعل تام هتحط جيب شروطك السبع اللي احنا قلناها واتطبقة عليه هتجد ان الشروط جميعا موجودة في هذا الفعل اذا تم التعجب منه بشكل ايه بشكل مباشر لا فيش مشكلة خالص طيب ما ناكرة تامة بمعنى شيء مبنية على السكون في محل رفع ومبتدأ انا ممكن حتى مش مهم الجزء الاوليان انا ممكن اقول ايه اه مبنية على السكون في محل رفع ومبتدأ لو طلب مني ان انا اعربها وبما ان هي حتبقى مبتدأ يبقى المبتدأ محتاج لخبر المبتدأ محتاج لايه بالخبر حنشوف الخبر بتاع ما فين في الجملة ده طيب اعظم اه اعظم هنا فعل فعل التعجب اه بيتعرف ازاي هو اعربه هنا يعني تقريبا انا بحفظه بقول ايه فعل ماضي مبني على الفتح فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستدل تقدير وهو هي اعظم هنا والاجتهاد اسمه منصوب بعد فعل التعجب منصوب على انه مفعول به منصوب على انه ايه مفعول به يبقى انا هنا هو بعد المثال ده هو اه او لما اتكلمت عن هذا المثال اللي هو ما اعظم الاكتهاد في العمل اه هذا المثال يعني هو مثال توضيحي حضرتك ممكن تقيس عليه اه كل امثلة صيغة التعجب او اسلوب التعجب على الصيغة الاولانية لانه مستوفي للشروط عندي هنا ما تعجبية زي ما قلت واعظم فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستدل تقديره هو الاكتهاد هنا هناخد بالنا ان الاسلوب الاولاني اللي هو على صيغة ما افعله اه بيجي او بيعرف فيه المتعجب منه دائما مفعول به يقرب منه المتعجب منه ايه مفعول به يبقى هو لو قل استقرب متعجبا منه واعربه في الصيغة الاولانية دي هقوله ايه هقوله مفعول به منصوب وعلامة النصب هنا طبعا في كلمة الاكتهاد الفتحة تمام اه في العمل جره ومجرور خلاص ما فياش مشكلة دايه الصيغة التانية اللي هي صيغة افعل به افعل به مثالها عندي بيقول اكرم بمحمد اكرم بمحمد يبقى انا عندي صيغتين قياسيتين لدي صيغتان قياسيتان لتعجب ما افعله وافعل به ضربنا مثال على ما افعله وحنضرب مثال على افعل به اكرم بمحمد برضو هتلاحظوا معايا لما اجي اشرح ان شاء الله ان الاعراب حيكون واحد يعني محفوظ في هذه الجملة يعني مثلا اكرم هقول ايه فعل ماضي جاء على صورة الامر اللي غرض التعجب فعل ماضي جاء على صيغة الامر او على صورة الامر اللي غرض التعجب اكرم بصوا شكل الفعل هتحس انه فعل امر اكرم جاء على شكل فعل الامر لما تيجي تعربه مش هتقول فعل امر ولكن هتقول ايه فعل ماضي جاء على صيغة الامر يعني على شكل الامر لغرض ايه السبب اللي خليك عملت كده السبب اللي هو جاي في اطار التعجب يبقى لغرض التعجب طيب بمحمد نشوف الجملة بمحمد الباق حرف جر زائد الباق حرف جر زائد طيب محمد هنا هتصدفني حاجة غريبة او في الاعراء اه يعني انا لما شوف جملة زي دي اكرم بمحمد على طول اكرم كذا زي ما قلنا ومحمد الباق عرف جر ومحمد على طول من غير ما فكر اقول ايه اسم مجروب الباق وعلامة الجر الكسر اقولك لا توقف هقول ايه توقف انا عندي اعراب مخصوص شوية ليه هنا اه محمد هنا فاعل تقوله طب ازاي محمد فاعل كيف تكون اه فاعلا وقد سبي قد بحرف الجر الباق حرف الجر الزائد الباق هقول حضرتك هو فاعل في التقدير تقديره فاعل ولذلك لما اجا عربه حتى هقوله فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة وبعدين هقوله اخد بالك من الكلمة اللي انا هقولها دلوقتي المقدرة وعلامة الرفع الضمة المقدرة يعني ايه الضمة المقدرة يعني في ضمة على الدال بتاعة محمد بس انا ما قدرتش اكتبها لان الحرف الاخير في كلمة محمد اللي هو الدال هو الحرف اللي بتوضع عليه علامة الاعراب وهذا الحرف لا يتحمل الا علامة اعراب واحدة ما هو يحط الضمة يحط الكسرة بتاعة حرف الجر ازاي ده فهنا بعمل ايه بحط الكسرة بتاعة حرف الجر ازاي واقول ان هنا هو فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة المقدرة اللي انا بقدرها في ذهني ومنع من ظهورها ايه اللي خلاها ما اظهرتش ايه اللي خلاها ما تكتبش اشتغال المحل يعني المكان الحرف اللي انا المفروض احط عليه حرف احط عليه علامة الاعراب اللي هو الدال مشغول فيه مشغول بايه بحركة حرف الجر الزائد اللي هو بتاع البال يبقى هقول تاني اكرم بمحمد اعرابها غريب شوية بس محفوظ بتبقى انت عارفه اكرم فاعل ماضي جاء على صيغة الامر لغرض التعجب الباء حرف جر زائد طبعا مفروض ان يبقى فيه فاعل اكرم انت الفاعل هنا لا الفاعل هو محمد الفاعل هو ما فيش فاعل مستتر هقول اكرم بمحمد الباء حرف جر زائد طبعا فيه فاعل الفاعل هو ايه محمد هتقول لي محمد سبقا بحرف جر هقولك احفظ الاعراب ده ولو طلب منك انك تعرف اه اقوله فاعل مرفوع وعلامة الرفع اتضم المقدرة هنا هنحط قاعدة هنقول المتعجب منه فاعل مجرور لفظا مرفوع محل اللي انا شرحتها داي هو مجرور باللفظ لانه مسبوق بحرف الجر ومرفوع في محل لانه الفاعل محله او مكانه لازم يبقى مرفوع تاني هعدها تاني لان الاعراب بالنسبة لحضراتكم جديد فهنكرره مرة تانية ونقيس عليه في كل الجمل المشابهة هقول اكرم فاعل ماضي جاء على صيغة الامر لغرر التعجب الباء حرف جر زائد محمد اسم مجرور فاعل مرفوع وعلامة الرفع اتضم المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد هنا هيظهر عندي سؤال حضرتك في بداية الشرح قلتلنا ان فيه شروط لابد ان تكون موجودة في الفعل اللي انت هتعمل منه صيغة التعجب وقلتها وشرحتها وعدتها وموجودة وشفناها طيب هل معنى كده انه اذا تخلف شرط من شروط هذه الصياغة او صياغة الفعل على صيغة التعجب لا يصلح صياغة هذا الفعل يعني لازم الشروط السبعة دي كده عد من واحد لسبعة موجودين خلاص توكر الله اعمل على وزن افعل صيغة التعجب على وزن افعل او افعل به مش موجودين خلاص ما ينفعش الاجابة لا من الممكن ان تتخلف بعض الشروط واعمل من الفعل اسلوب او صيغة التعجب بتاعتي بس بالسروط بطريقة معينة تعالوا نشوف مع بعضنا التعجب من الفعل غير المستوفي للشروط اولا انا قلت سبع شروط منذ قليل قلت انه لازم يبقى سلاسي وانه لازم يبقى تام وانه الوصف منه على افعل فعلاء وانه يبقى مسبت والى اخر طيب اول ثلاث شروط تخلفوا او واحد منهم مجاش واحد منهم مجاش يعني مثلا الفعل جاي من السلاسي زي انتصر او زي اتقن انتصر على خمس حروف واتقن اربع حروف او جاي الفعل ناقص زي كان وزي اصبح كانوا اخرتا زي ما اتفقنا او جاي فعل الوصف منه على يعني احمر وحمراء واصفر وصفراء وكده اعمل ايه قال لي يمكن التعجب منها بشرط ان نأتي بفعل مستوفي للشروط ونأتي بعده بالمصدر الصريح او المصدر المؤول للفعل غير مستوفي للشروط يعني ايه اجيب فعل مستوفي للشروط يعني هجيب فعل مناسب مستوفي للشروط الشروط السابعة مستوفية فيها اعنا اقول اعظم افضل اكبر احسن ودي افعال جبت احسن من حسن يبقى جبت فعل مستوفي للشروط وعملت منه صيغة افعال وبعدين جبت المصدر الصريح من اتقن اتقن اتقان وحطته وراه وتصغد كده ما احسن اتقان الطالب لمذاكرته او اجيب المصدر المؤول زي ايه احسن باتقان الطالب لمذاكرته اه اه هنا برضو مصدر صريح احسن باتقان الطالب لمذاكرته طب والمصدر المؤول ما احسن ان يتقن المصدر المؤول بتبقى ما او الفعل المضارع او ان والفعل المضارع ما احسن ان يتقن الطالب مذاكرته نسرق مربع احسن بان يتقن الطالب مذاكرته الامثلة دي هي اسعى لها بقية الحاجات التانية انه ممكن يجي لي حمراء أو كذا بنعمل زي هذه الأمثلة بالظبط فعل ومستوفه للشروط وبعدين مصدر صريح أو مصدر مؤول بعد كده التعجب من الفعل المنفي إذا جيه الفعل منفي أو جيه الفعل مبني للمجهول منفي يعني ما يندب أنا قلت الفعل لازم يبقى مصبت لا أنا جاي بلك فعل منفي أو قلت الفعل لازم يبقى مبني للمعلوم جبت لك فعل مبني للمجهول نفس الفكرة اللي قلناها هناك عند التعجب من الفعل المنفي أو الفعل المبني للمجهول بنجيب فعل ومستوفه للشروط بنفس الطريقة في الأمثلة السابقة ولكن هنا الجديد بقى إيه إن أنا بجيب المصدر المؤول بس ما جيبش مصدر صريح أو ما جيبش لمصدر الصريح يعني ما أو أن وراء الفعل المضارف طيب أنا عندي ما يندم أقول ما أشد ما يندم المؤمن أو أجمل بأن يقال الحق كده خمس شروط طيب فاضل عندي شرطين اللي هو إيه دول شرطين لا يمكن التعجب منهم اللي هم إذا جاء الفعل غير قابل للتفاوت زي ملكة ماتة أو هلكة أو فانية أو جاء الفعل جامد زي ليسة وبئسة ونعمة وعسى الأفعال دي هي ما ينفعش أصلا اللي هم الصغطين الأقيراتين دول أو إذا تخلف هذان الشرطان لا يصلح أبدا إن أنا أتعجب من الفعل وبكده النهاردة بنكون عرضنا إلى اسلوب الإختصاص وأعرضنا إلى اسلوب التعجب ويتبقى لدينا اسلوب واحد سوف نعرض له في حلقة قادمة إن شاء الله اللي هو اسلوب المدح والزم شكرا لحضراتكم ومع خالص الأمنيات بالنجاح والتوفيق شكرا لكم